بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبابي عامليني يا رب تكونوا بخير. معكم نورة من قناة بيت الجنيتي مع نورة. ان شاء الله النهاردة آآ عزومة متابعة مهمة جدا جدا آآ آآ لقناتي. هي صراحة من تابعة قناتي وفيديوهاتي اول بول. ما بتنسيش طبعا بالكومنتات وباللايك وكل حاجة. آآ هترافض الوقت هي مين? بس انا دلوقتي بحضر معاكم من بالليل كده. بعملت جيلي. عملت جيلي اصفر. وآآ جيلي احمر لواب الفراولة. وكمان حطيت الفواكه اللي عندي وكريز. وبوري كم ده الكاتشاب. عملت كاتشاب لاني الكاتشاب بتاعي لقيته خرس. ولقيت بقى موسم الطماطم. قلت بقى عمل كاتشاب وآآ وقطر. احسن من معلبة. زي ما انتم عارفين بقى ان انا خلاص على وشك الولادة وكده. فما حبيتش يجيب حاجات معلبة فقلت اعمل كاتشاب في البيت. وكمان ببقى تحفة. والبطاطا برضو من بالليل كده قلت يعني ايه? آآ حط عليها مية كده واخسلها عشان تبقى جاهزة معايا شوية الصبح. لان الضيفة اللي معانا او المتابعة معاها وراد صغيرين وبيحبوا البطاطا. انا جايبها مخصوص ليهم. وكمان طلعت كده آآ فراخ عشان اتدبيلها من بالليل. ما شاء الله الفراخ بتاعتي يعني حجمها كبير. فالتدبيلة بتاعتي سهلة وبسيطة كنا عملناها قبل كده مع بعض. التدبيلة عبارة عن توم وبصل بس مش توم كتير حوالي خمسة وفصوص توم. آآ وكمان طمط ماية وضربتهم كويس وكمان لمونة. وضربتهم في الكبة لحد ما بقى لهم يعني نعم خالص كده ونزلت بعلبة زبادة صغيرة. والكاتشاب وآآ طبعا التواب اللي انت حابة تحطيها وتزبطت الملح بتاعها وشوية من الخل والزيد. بس زي ما انتو شايفين كده بتبقى يعمى خالص التدبيلة دي بتبقى جميلة جربوها يا بنات لو انتو حابين الطريقة بتاعتها ممكن نزلها لكم في صندوق الوصف او في تعليق مثبت عندي. الفراخ بتاعتي طبعا كبيرة فعشان تتشرب التدبيلة حلو كده بجيب السكينة وبخرامها كده زي ما انتو شايفين عشان ما يجي شوية الصبح تبقى كلها متدبيلة كده وطعمها حلو. انا قلت اجاهز من بليل بقى عشان ايه? هي معها اطفال صغيرين وانا اولادي طبعا يكون في المدارس وجايين صغيرين. وزي ما انتم عارفين انا بقى على اخري فمعنتش خلاص. يعني ايه? مش عايز اقف كتير في المطبخ. وكمان المطابعة دي طلبت مني اعملها حاجة هتعرفوها دلوقتي. هي شافتها عندي وصفة عندي في القناة. اه فهقول لكم عليها. انا الفراخ ده تبلتها وهدخلها عندي بقى التلاج. عملت هنا كفتة عشان اعملها آآ كفتة مشوية على الفحمة عبارة عن بصل. بس والتوابل بتاعتي. والبصل طبعا صفت كويس جدا من المي. سيب لي ده كله وروح تنمت. ده الصبح بقى. هي ده طلبت مني بقى الكيكة اللي انا كنت مصورها معاكم. اخر مرة طلبتها مني فقلت عمل لها. انا طبعا تحت امركم كلكم. الكيكة سهلة احنا عملناها قبل كده مع بعض انتم عارفينها. عزلت البيض عن الصفار. وهقول لكم جده على السريع. ودربت كل واحد لوحده. وانت هتشوفوا الفيديو معي. هبقى نزهوركم ان شاء الله في صندوق الواصل عشان ما نطولش عليكم. مفضلتهم عندي هنا في الصواني. وهدخلهم الفرن على درجة حرار مية وتمانين لمدة آآ اربعين دقيقة. والبطاطا بالمرة قلت بقى مدامها تقعد اربعين دقيقة. البطاطا ادخلها الفرن هتشوب معي. وعلى فكرة يا جماعة ما فتحتش الفرن خالص لمدة تربعين دقيقة. حتى والبطاطا معليش يعني هدت يعني ريحيتها تطلع ما تلاقيش هتستوب معي تبقى زي الفل. طبعا المتابعة الصغير. الصغنان ده بقى ابن اختي. طبعا المتابعة بتاعتي اكتر انه واحدة متابعة لي هي اختي. آآ فقلت بقى ايه? اجلب لكم الكاتكوت الصغير ده تشوفوه. ده بقى حبيب ونور عناية. معنى اصاح يعني. هي طبعا مش حابة هي تزهر لكم. فحبيت هنا بس ايه? يعني تعرفوا هي مين? هي اختي. آآ واختي الصغيرة واولادها طبعا اولادها صغيرين فقلت بقى اجهز الحاجة مليل طبعا البطاطا عجبتهم. وزي ما قلت لكم هم بحبوا البطاطا وخصوصا الاستاذ اسر الصغير ده. زي ما قلت لكم ده روحي. آآ بموت فيه بعشاءه. آآ المهم بقى هو عشان لسه بيسحف جديد ففرحان. فقلت بقى ايه? اجيبه كده على السريع. آآ وكمان الاستاذة الصغننة اسيل برضو. آآ قلت بقى يعني ايه بالمرة تيجي معنا في الفيديو? هي طبعا يعني مش يعني مرهاش في الكلام الاكل ولا الكلام ده. ده اهم حاجة عندها اللعب. الفرفاشة بتاعتها كلها اللعب. آآ بس عجبني اول ان هي ما شاء الله عليها. يعني جابت المكعبات اللي هي لونها يعني آآ دي مانو شايفين كده البنك والاحمر وفحطيتهم فوق بعض. معلش لو انا بطول عليكم والفيديو مش عايزة مش يبقى طولي ان شاء الله. آآ بس انا بحبهم جدا فحبيت انا اصور لهلكم يعني صورهم. الكيكا بتاعتي بعد ما طالعت من الفرن طبعا ما طلعتاش تخن على طول. لا بسيبها لحد بتاو. طبعا هي عشان عارفة ان انا بحب المشابك انا قلت لها حتليم شابك معاك. لان هي طلبت مني اعمل لها كيك. قلت لها طبعا لازم اساومها بقى. قلت لها عملك حاضر اللي انت عايزها بس تحتليم معاك مشابك. قلت لها حاضر عيوني. وهي عارفة انا اكتر حاجة بحبها. عشان تعرفها ما ليش في الكيك اوي. فالكراميل اللي عملناه خلاص هي الفكرة هي كات عملت الكراميل في الاول فكاتها تبوازلية. فانا زبطت في الاخر. عايز اقول لكم ان العلبة دي فيها كريم شنطي. انا بعينه عندي في الفريزر. وقت مبعوض ده هامل حاجة بكون جاهزة عندي وبطلعها قبلها مسلا حوالي ساعة او نص ساعة يفك معايا. وبزين باي طرط اي حاجة زي ما انتم زي شايفين كده على طول. خلاص بقى نبدأ بقى في الفحمة هنا بساخن الفحمة البتجاز عندي. عشان آآ نشغل الشوية. الشوية زي ما انتم شايفين حطها قدام الشاءة. صراحة هي يعني مش عايز اقول لكم يمالة الدنيا عندي دخان. انا مشغلها مروحة عليها. آآ بس ما ما انا بكونت حطها فوق. فوق خالص في الشاءة الفوق او في بلاكوريا. بس انا البلاكوريا طبعا عشان اطفال صغيرين. ما رضيتش اطلع برا. هنا عندي خضرة اي خضرة محشي بقى. آآ بحطها وعندي رغف عيش حطها في الحلة. عشان الفراخ لما تستوي. اطلعها وحطها في الحلة على طول. لانها بتاخد من ريحة ريحة الخضرة دي. ما عليش بقى اعزلوني. لو انا مسلا آآ يعني بحط الفراخ في الحلة كده وانا بقفها لاني مش قادرة وطي خالص خالص في اليوم ده كنت لك. انا حبيت اني اتبل حاجة على بالليل عشان ما تعبش وكمان ما ينفعش تكون جاية. وآآ وهم بيجوا متاخرين بقى عشان صغيرة وكده. وآآ خليها تعمل معي. لا. كفية عليها الاولاد. وبعد احنا عايزين نقعد بقى مع بعض ونحكي ونتحكي زي ما بقوله. انت عارفين بقى الاخوات لما بتلموا على بعض. آآ فالفراخ ما شاء الله. مش عايز اقول لكم الحيت هتوحفة. جميلة جدا. انا حطت الشوية قدام الشقة وماردتش حطها فيه. لاني مش قدرات العوانزة. خلاص خلصت من الفراخ اهي وبعمل بقى الكفتة برضو بشوية. على فكرة الكفتة ما بتاخدش يا جماعة سوى كتير مش لازم نشيفها. آآ والفراخ دي طبعا عشان كبيرة فاسبتها ان هي تستوي براحتها خالص عشان تكون نستويها من جوة. آآ انا الفحم بتاعي غالية آآ النار بتاعته كنت بحطه رشيت عليه شوية من الزيت. خلاص الكفتة بتاعتي ما شاء الله خلصت. والاكل خلاص نسيتها صور لكم والرز صراحة يعني. على عموم الرز هو عبارة عن بصل وآآ وطماطق وشوحتهم. وبعدين نزلت بالشربة والبابريكا والقصد والكركم والكاري وآآ الزبي. بس. وطبعا المخالة ده اللي كنا عاملينه مع بعض الزيتون تحفة لسه بقرقش لازم اخواتي لما بيجوا بيطلوبوا منه بيحبوه يعني صراحة دنيا. وطبعا الخضرة اللي عايز اقول لكم ان المشويات دي خدت من ريحة الخضرة فطعمها جميل قوي بخصوصها الكزبرة. وتجي لي بقى كده الطفال بقى اولادي قاعدين وآآ ولاد اختي فقلت احطولهم بقى عشان ايه هم عايزين جيلي. والكيكاة حبيت اللي انا برضه ما احرمكوش بقى اني انتوا تشوفها كده ما شاء الله شايفينه مرتفعة ازاي. رغم ان انا عملتها كده بسرعة بسرعة السريع. هي طلب ازا ما قلت لكم هي طلبت مني. طلبتها مني. فعايزة ادوها من بنات حلوة جدا وعتعجبكم بامر الله. آآ يعني الفيديو بتاعي خلاص كده خلص. واليوم خلص معلتش ما قدرتش يصور لكم هم مروحين. آآ لاني كنت خلاص مش قادرة حتى امسك التليفون. بتقولي بقى اوم بالسلامة وآآ ويا ربي اوم كل واحدة كده بالسلامة. خلاص اليوم بتاعي خلص. وآآ وشكرا لكل واحد تبعني. ويلا مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.